ملف الصحف بقى تم فيه خلال السنوات السابقة يعني صرف اللفص مجرد شكنات او بلافص اخر مش عايز او وانا هزا الملف اعلمه قبل انا اتولى بسنواتي ومن الملفات اللي اتكمنت فيها لنا بده يبقى فيه اعلان جاسبين هزا المسجد زاكرة الدولة حاليا بتعالج المشاكل بتعالجها بحل جاسب وبقى لابده من حل الجاسب طبعا مع احترامي لكل القيادات الصحة اللي موجودة في الكيزة اه 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 طبعا اما لها بفتراته ده اكنا يسير خطة مدازية بتوضع من الوزارة وبتنمي من خلال الوزارة انا اتكلمت مع سيدة الوزيرة اكتر منهم ويمكن اخر مرة انا اخدت الملف ده وروحت اعادت معاك مكتبه الكلام ده من هوري شدت شهر في حصل وروحت اعرضت الملف ده على سيدة الوزيرة وقلت لها بعيد الوزيرة اه يعني جائحة كورونا والظروف اللي احنا مررنا بها في الحافظة ربنا سلم عادة الفترة اللي فاتت لكن استمرار الوضع بهذه الطريقة اه اعتقد خرجت يعني ايه انت لمسة حيقل الامان هي تفهمت معايا تماما انا اثرت علي مسافة انا طالت انا متفكر معاها تماما قلت لها يا فندم الحل ايه يا فندم؟ قلت لي الحل اني تخبص بالجهزة يا ربود يدوته في التأمين الصحي المرحلة التالية اللي احنا بصددها حالي لان احنا لو استمرنا المرحلة التالتة احنا قدامنا عشر سنين عشر سنين بالوضع الحالي احنا هارك نهاردة ما عندي نص صبح طبق كبير ما عندناش حارك نهاردة عدد كافي من الاسرة لقدر الله في جاعة جهونا الوكيل وزارة بيبزن مركود ومدرين المسافات بيبزن مركود مستدى النواب معانا ولمسين تماما مستديني العباد الخليل معانا يعني هم في قصة مستشفى اصفيح راما ادراك اما اصفيح يعني موضوع حارك يعني صعب فقالت لي احنا لابد ان انا اتحرك في هذا الاتجاه اه اتحركت هي معايا في هذا الاتجاه يعني الارض المنفوعة على سوريس القدرة وهناك شكل موافقة على ادراك من عضل الجيزة على هي المرحلة التانية لكن لم يقرر حتى الكلام مصفى رسمي لم يقرر بسوريسة لها حضرتك النهاردة وقلت لها هارك نحنا البداية تبقى المستشفى بلغة تبقى كان ساعتها اخذ الخطة التأمير والتأمير اللي كانت عامة ترميل للمستشفى قلت لها انا اتبعت اذا هي تأمير التأمير انا قلت هذا التأمير اللي قال التأمير اللي جيه وديه لبعض المهنسين قالوا ايه دا موضوع صعب جدا ومكلمت جدا يعني فهذا الكلام فانتهت معايا في القاعدة حضرتك ان احنا المستشفى والله تكون لو كنت من اللي احنا نعرضها تانية على جهة جهة سيادية بعين المستشفى وتدي فيها قرار نهائي وليكن واحنا كلنا بنفضل وفعنا نتعرض القرار وانتهى حضرتك النهاردة بازالة المستشفى ممكن ما تكون دا من حوالي اه شعبين انتهى من حوالي شعبين حسنا المغوظ بيه صح ان حمد من شعرين من حوالي شعرين او اكتر قليلا يعني بازالة المستشفى مجرد ما ايه جاي القرار طولت مننا حضرتك ان احنا طلع وراء يعني طلع قرار التخصيص موبيش قرار تخصيصي بحسنا في كل المحاوسة وفي كل الجهات آآ قالوا مفيش عندنا قرار التخصيصي قلتنوا من حال ايه ابعت النور معاكم عمشار القانوني عشو مش عايز اطين حضرت النورة انتهينا ان احنا مستعدين ان احنا نطلع وقصة قد ونطلع وقصة ازالة فورد وبعدت لسيدة الوزيرة جهازة كده اي سيدة الوزير ردت علي ان ترى قرار بعتيان لجواد انه هو لا يفضل من التأمين الصحي الموظومة التأمين الصحي يفضل ان يبقى فيه قرار تخصيص حتى لو مجاش فيه خرينة بتطلع قرار تخصيص فاحنا الوقت نطلع وننجحة الورق ونبعته لسيدة الوزراء واحنا ما عندناش مانع بتطلع نبعث الورق بصدوم قرار تخصيص ايا انا احبك كده يعني ايه اشتركوا في القناة